خلينا نروح نيقز أو نقيم لعازر طبعا قالولو طيب هو قال لعازر حبيبنا قد نام أنا أذهب لأيقظهم طبعا يعني خلينا أقول شيء مهم جدا في هذا الصدد عادة يمكن إحنا كمسيحيين محتاجين نغير لغتنا في هذا الموضوع ولسيما المسيحيين أعجب من المسيحيين اللي بتنهار لما بيشوفوا حد بموت أو بيبكوا كأنه فقدوا كل شيء الكتاب المقدس علمنا أن لا نحزن كالباقين الذين لا رجاء لهم إحزن إبكي يسوع بكى عند قبر ألي عازر إحزن إبكي ساعة ساعتين لكن قم وإحمل المشعل واستمر في البشارة والكرازة كجندي صالح ليسوع المسيح ليس مجال للدلع في هذا الموضوع طبعا إحنا عادة في الموت بنستخدم تعبيرات وبصلي اليوم اللي بسمعني أنه نتعود نغير هذه التعبيرات منقول الفقيد منستخدم كلمة الراحل منستخدم كلمة الساند يعني أولي كان بيسند العيلي منستخدم المأسوف عليه أو المأسوف على شبابه منستخدم تعبير مثل الله يرحمه وهكذا تعبير كثيرة منستخدمها عند موت الشخص ولكن لاحظ المسيح قال حبيبنا قد نام فياريت من هذا اليوم أصاعد أنه الموت بالنسبة إلنا أو الشخص بدلا منقول الفقيد أو الراحل أو المسافر أو أو إلى أخير أي مصطلح منستخدمه نستخدم كلمة حبيبنا وهذه كلمة حبيبنا تبعث الرجاء تبعث الأمل تبعث البسم في داخلنا تعطينا الرجاء إلهنا حي وأن هذا الموت هو بواب يعني نغمض العين لكي نستيقظ في العالم الآخر كمؤمن نكون مع المسيح كل حين وذاك طبعا أفضل أفضل جدا اشتركوا في القناة